الإجزيمة هي مرض من أمراض نقص المناعة تظهر على شكل حبيبات على الجلد وإحمرار في الجلد وحكة شديدة ومجرد ما تبدأ الحكة في جزء معين يبدأ الالتهاب ينتشر في مساحة كبيرة من الجسم وده نوع من أنواع التسمم أسباب الإجزيمة هي التعرض للشمس الأشعة الفوق البنفسجية ابتداء من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 5 اللي عنده إجزيمة ما يطلعش ولا يتعرض للشمس اللي هتقف في البلكونة ولا تنزلي في الشارع تاني حاجة ممكن التعرض للمواد الكيموية كلور أو مسحوق غسيل أو تنر أو أي شيء من دي كمان حاجة تانية التعرض لاستخدام كريمات معينة أو نوع من البرفانات وهي أصلا من أمراض نقص المناعة عايزين نعرف بقى طرق الوقاية الوقاية منها طبعا أن نحن نبعد عن المسببات لنطلع في الشمس ولو اضطريت تطلع للشمس البسي نقاب أو جلابس لأن الصنبلوك مش بيحميه تاني حاجة ابعيدي طبعا عن الكيمويات والحاجات دي لو هتمضطرة تستخدميها البسي برضو جلابس لو الجلد في إيديكي تاني حاجة بقى تعالوا بقى نشوفه العلاج بقى العلاج هناخد حاجة ترفع المناعة أوميجا 3 رائعة جدا جدا وممتازة جدا تجربتي أنا الشخصية أخدتها شهور يعني مثلا تقريبا 6 شهور ومستمرة فيها الحمد لله لأن طبعا الأجزيمة دي مؤذية جدا جدا الحمد لله بعد ما أخدت الأوميجا 3 لقيتها ممتازة جدا والحمد لله الحمد لله الموضوع يعني انحسر من عندي الحمد لله بفضل الله في مجموعة من الفيتامينات مجموعة كاملة فيتامينات من ايه تزد كل حاجة برضو ديت برضو هترفع المناعة بالإضافة لنوع الأكل اللي بيرفع المناعة الجوافة الليمون الجزر الحاجات ديت يعني نهتم بيها شوية والورق الأخضر الخضار وفاكهة نهتم بيها أكتر وينكترها في وجباتنا وبإذن الله مجرد ما المناعة ترتفع بإذن الله المرض ده حيروح شكرا لكم في أمان الله معصر